أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم نرقى بها أعلى القمم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد على مائدة النبوة نلتقي ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم الدروس والعبر واليوم نتعلم كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع البخلاء وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد ابن قيس وإنا لنبخله قال وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم عمر ابن الجمح فانظر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل بني سلمة عن سيدهم ورئيسهم وذكروا له أنه الجد ابن قيس وكان سيدا مطاعا في قومه ذا مكانة عالية لكنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام على أن نبخله أي نصفه بالبخل فكان رد النبي عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل فلا عيب أيها الأحباب أن أسوأ ما يتصف ويوصف به الإنسان هي هذه الصفة الذميمة البخل واختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم سيدا غيره وهو عمر ابن الجموح الذي كان مشهورا بالجود والكرم والسخاء ومن ذلك أنه كان يقوم بعمل الوليمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج ثم إن البخل لا يكون في المال فقط إنما يكون أصناف متعددة فقد يكون البخل بالمال وقد يكون بالعلم وقد يكون بالصحة وقد يكون كذلك بالأخلاق إلى غير ذلك إذا وهبك الله مالا ولم تؤدي حقه فأنت من البخلاء إذا وهبك الله صحة ولم تعن الضعفاء فأنت من البخلاء إذا وهبك الله علما وكتمته فأنت من البخلاء إذا وهبك الله أخلاقا حسنة وأسأت معاملة الناس فأنت من البخلاء إذا ذكر نبيك صلى الله عليه وسلم ولم تصل عليه فأنت من البخل وللبخل آفات كثيرة وسلبيات متعددة فهو الطريق إلى كل من قصه يحمل صاحبه على منع حقوق الله وحقوق العباد فلا يؤديها كما أنه يدفع إلى سوء الظن بغيره ويجعله عرضة لكره الآخرين وحقدهم عليه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين الأقرع ابن حابس وعيين ابن حصن أعطى كل واحد منهم مئة من الإبل ولما جاءه عرابي أعطاه واديا من الغنم بين جبلين فرجع إلى أصحابه وهو يقول يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة إن هذا أداء العضال وهو البخل قد يتمكن من الإنسان حتى يصل به إلى درجة الشح التي هي أعلى درجات البخل والتي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها في قوله اتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ثم إن أمر البخل قد لا يتوقف عند حد البخل على الغير وإنما يصل بالبخيل إلى أن يبخل عن نفسه وعلى نفسه فقد يكون في حاجة إلى طعام أو شراب أو ملبس أو مسكن أو غير ذلك من طيبات الحياة ثم تراه يبخل على نفسه وإنه لو علم حقيقة الدنيا ما بخل على نفسه ولا على غيره ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان أكرم الناس وأجودهم كان أجود بالخير من الريح المرسلة كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ويتعوذ من البخل عليه الصلاة والسلام ويذم أهله وإن من سار على نهجه صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه نال عز الدنيا وشرف الآخرة وحظي برضى الخالق سبحانه وتعالى ومحبة الخلق وإلى لقاء آخر نتعلم فيه من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافر والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم نرقى بها أعلى القمم اشتركوا في القناة